وفي أخبار فيروس كورونا عبر العالم سجلت إيطاليا اليوم رقما قياسيا جديدا بأربعة آلاف حالة وفاة نبيل عطمانية لم يبقى إلا الرقص على مشارف روما واستواحدة من أكبر عواصم العالم استقطابا للسياح معالم خاوية وسرب حمام ربما لن يجد من يرمي له فتاة الخبز بعد أيام إيطاليا التي تحمل اليوم على عاتقها دور بؤرة تفشي كورونا تعلن إصابة مولود جديد عمره يفوق مدة الحجر بقليل منظمة الصحة العالمية تعلن اليوم أن سبع دول جديدة أبلغت عن إصابات بفيروس كورونا المستجد وأن عدد المصابين في العالم تخطى 200 ألف فيما بلغ عدد الوفيات 8778 حالة أما جهود البحث عن الترياق فجاء من روسيا إعلان على لسان رئيس الوزراء أن علماء النروس قاموا بتطوير 6 أدوية للعلاج من فيروس كورونا وسيتم الإعلان عن فعاليتها قريبة واختلفت الإجراءات وإن تشابهت بريطانيا تستنجد بعشرة آلاف من الأطباء والممرضين المتقاعدين للمواجهة فيما عمدت أغلب دول العالم إلى نشر جيوشها لفرض أنظمة الحجر من الجائحة مصطلح يعوذ وصف الوباء على وسائل الإعلام العربية ودولها أين بدأت الشعوب تستجيب إلى شروط الوقاية والحجر من المحيط إلى الخليج الأسواق المالية تغلق أبوابها رغم الآراء المعارضة فيما أبقى بعضها على المعاملات الإلكترونية كخطوة احترازية ورغم تدن المعاملات الاقتصادية وتراجع الطلب على المواد النفطية وتوقف حركات الطيران عبر العالم فقد تجاوز سعر برميلي خامي برانت اليوم حاجز الثلاثين دولار إذ قلصت شركات التكرير الأوروبية الإنتاج وسط تهاوي الطلب وفيروس كورونا هو السبب اشتركوا في القناة